أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فوين للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن كانت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشاطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا أعطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا موتسر بارد وشراب ووهبنا له وأهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تحنس إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم ويسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر اسماعيل واليسع وزا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر هذا ذكر وإن للمتقين لاحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكين فيها يدعون فيها بفاكهة كسيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليزوكوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازدوا عذابا ضعفا في النار ترجمة نانسي قنقر